شكى قباط طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان من الترهل الوظيفي الكبير الحاصل في الإقليم بالوقت الذي أكد فيه عدم قدرة حكومة الإقليم على استيعاب المزيد من الراغبين بالحصول على وظيفة في القطاع العام وقال طالباني في كلمة له خلال مشاركته بالمعرض السنوي التكنولوجي الخاصة تيك فاست بنسخته الثانية بمدينة السليمانية إنه يمكن تدارك التقصير الحكومي عبر القطاع الخاص مردفا بالقول إنه من دون دعم هذا القطاع ليمكن لإقليم كردستان أن يتطوره وأوضح أن مهمة الحكومة تنصب في رسم السياسات وخلق وضعا اقتصاديا قوي وتوفير الرفاهية والخدمات مستدركا إن الحكومة ليمكنها القيام بكل شيء ترجمة نانسي قنقر